لم تخل الساحة الرياضية من الأحداث المثيرة والشيقة والدرامية خلال الفترة الماضية فعلى مستوى الدور المصري كان لأحمد رفعة لاعب Modern Future النصيب الأكبر من دعوات المصريين بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال مواجهة فريقه ضد الاتحاد السكندري الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى وغيابه عن الوعي لمدة كبيرة حتى استطاع العودة للحياة مرة أخرى بالقدرة الإلهية وجهود الأطباء ودعوات محبيه ولم تشهد الفترة الماضية إصابة رفعة فقط بل تعرض إمام عشور نجم الأهلي لخلع في الكتف خلال تواجده مع منتخب مصر الوطني في كأس عاصمة مصر تحديداً مواجهة نيوزيلندا التي شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد ثم الخسارة من كرواتيا في النهائي والحصول على وصافة البطولة الودية التي ساهمت في إعداد منتخبنا لمبارتي بوركينا في تصفيات كأس العالم وعلى مستوى الأندية المصرية كان للأهل والزمالك نصيب في التأهل إلى نصف نهائي بطولتين دور أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بعدما تخطى الأهل عقبت سيمبا التنزاني في ربع النهائي فيما أقصى الزمالك نظيره مودرن فيوتشر لينتظر الأهل مواجهة مازينبي الكونغولي فيما يواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني ورغم تألق الأهل الإفريقي شهدت الفترة الماضية تعثر الفريق محليا بالخسارة من البنك الأهلي وكذلك التعادل مع أمبي كما تعثر الزمالك بالخسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى مستوى الكرة العالمية ستكون هناك تغييرات مختلفة خلال الفترة المقبلة بعد إعلان يورغان كلاب رحيله عن ليفر بول وأيضاً إعلان شافي هرناندز الرحيل عن بارشلونا واقتراب كيليان بابي نجم باريس سان جرما من الانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي بالإضافة إلى مواصلة الأندية السعودية جهودها في ضم محمد صلاح نجم ليفر بول وبين إثارة الأحداث محلياً وعالمياً ينتظر محبو كرة القدم متعة أكبر على مدار الفترة المقبلة